وان حول واقع التعليم العالي في البلد قيادة أركان الدرك الوطن تطلق فعاليات النسخة الثامنة من الدروس الرمضانية نحياء لهذا الشهر الكريم وفي ملف نشر لهذه الليلة تتابعون اليوم العالمي للقابلة تمكين للقابلات تقبل الله منكم الصيام والقيام إلى تفاصيل نشرتنا الرئيسية من قناة الموريتانية خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم برئاسة النائب الشيخ فولباي رئيس الجمعية للاستماع لردود وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقاليات الإعلام والاتصال الدكتور سيدي والسالم على السؤال الشفائي الموجه إليه من طرف النائب زينب ومنت التقي والمتعلق بواقع التعليم العالي في البلد والآلية المتبعة في مجال إيصال المنح لطلابنا في الخارج الجلسة التي عقدت الجمعية الوطنية اليوم خصصة للاستماع إلى ردود وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإتصال والإعلام الدكتور سيدي والسالم على سؤال النائب زينب ومنت التقي حول غروف قناع التعليم العالي في الخارج وتأخر منحهم وقد انتقدت النائب المعايير التي على أساسها يتم توزيع المنح داعية إلى تعميم المنح الداخلية وزيادة المنح الخارجية وتعميمها على جميع تخصصات كما انتقدت ما أسمته تراجعا في المهتسبات التي تحققت في هذا القطاع الحيوي الذي تعلق عليه آمال كبيرة في صناعة الأجيال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في رده على سؤال نائم تحدث عن محورية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في اهتمام الحكومة لما يطلع به من دور كبير في التنمية مذكرا بالوضعية المزرية التي كان يعيشها القطاع قبل العشرية الأخيرة مستعرضا للجهود التي بذلت مؤخرا من أجل تحديث البنية التحتية وتطويرها حيث أصبحنا يضيف الوزير نمتلك جامعتين عصريتين وعددا كثيرا من المعاهد الفنية ومدارس المهندسين إضافة إلى تحسين المنظومة التربوية والرفع من مستوى التعليم كما وكيفا وأوضح الوزير أن المنح يتم توزيعها وفق طوابط ومعايير محددة ومعروفة لدى الجميع وأن العامل الأول في الحصول عليها هو التميز كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تحقيق منظومة تعليم عالي وطني تتوفر على مختلف التخصصات للحد من تكاليف المنح الخارجية مشيرا إلى أن نسبة 33% من طلاب جامعة واكشوت يستفيدون من المنح إضافة إلى مجانية التعليم العالي في بلادنا وقد أشادت سادة النواب في مداخلاتهم بما تحقق في مجال التعليم العالي من إجازات كبيرة تتجاوز البنية التحتية لتشمل المنظومة التربوية بشكل عام منبهين إلى بعض النواقص التي ما زال القطاع بحاجة إلى تكملها ومنها ضرورة وجود مستجفى جامع ومخابر واستحداث كليات تهتم بالزراعة والبيضرة وفي تعقيب له على مداخلات النواب شكر الوزير جميع المتدخلين مؤكدا حرص قطاعه على حل جميع المشاكل المتعلقة بالتعليم مشاهد الكرام الآن نفتح الصفحة الخاصة بشهر رمضان المبارك نلتقي بعد الفاصل بدأت أمس بمقر قيادة أركان الدرك الوطني في الواكشوت فعليات النسخة الثامنة من الدروس الرمضانية التي دابت قيادة الأركان ممثلة في رابطتها الثقافية والرياضية على تظيمها بمناسبة شهر رمضان المبارك تهدف قيادة الدرك من وراء هذه الدروس التي تتواصل طيلة شهر الصيام إلى تمكين الدركيين وأسرهم والمتقاعدين من نفس الهيئة من معرفة ما لهم وما عليهم في شرع الله كلا تثقيفهم في تاريخ وطنهم العزيز هنا بمقر قيادة الدرك الوطني تنطلق المسابقة الرمضانية في نسختها الثامنة وذلك بحضور وإشراف القائد المساعد للدرك الوطني اللواء عبدالله والأحمد عيشة وبعض كبار الضباط والقاد السابقين لقيادة الدرك المسابقة يشارك فيها عدد من أبناء الدركيين وأسرهم واختيرت لها مواضيع شملت القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وتاريخ موريتانيا طلاقته فعاليات هذه النسخة شكل سانحة لرئيس الرابط الثقافية والرياضية للدرك الوطني العقيد شبيه الحمى للحديث عن الإطار العام لهذه المسابقة تأتي هذه التظاهرة تشهيدا للسياسة المتبعة من طرف الرابط الثقافية والرياضية للدرك الوطني والرامية إلى تحسين من المستوى التعليمي والعلمي لأفرادها وأسرهم خاصة خلال هذا الموسم الروحاني المبارك وتشمل هذه النشاطات دروسا في حفظ القرآن الكريم الحديث الشريف السيرة النبوية والفقه ويستفيد منها الدركيون وأسرهم إضافة إلى متقاعد الهيئة وبدوره ذمن رئيس لجنة الإشراف على المسابقة الأستاذ الفقيه محمد فاضل والمحمد لمين تنظيم هذه المسابقة باعتبارها احتفاء بقدوم هذا الشهر الكريم قال سبحانه وتعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون هذه السنة من سنان الخير التي دابت عليها هذه الهيئة الموقرة منذ 8 سنين متواصلة في كل رمضان حيث تختار الشهر الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى لإنزال القرآن ولنفحاته بجميع الخيرات باللوائح التي سبحانه وتعالى يكرمها بالسعادة ويكر ليلة من ليالي رمضان وما يعطي على الصيام والقيام من الأجر هذا كله تواكبه هذه الهيئة المحترمة بالدروس التي تخص بها شباب منتسبها والعين يريدون أن يتزودوا منها والحمد لله فيه كثير من المثقفين اكتشفناهم من بين الناس التي هي ذات الرتب في الهيئة والله الحمد وتشكل هذه المسابقة إحدى أنشطة الرابطة الثقافية والرياضية التي تنظم كل عام مع مجيء شهر رمضان وتتخللها دروس متنوعة في العلوم الشرعية والتاريخ طيلة أيام الشهر الكريم ضمن الإحياء الرمضانية احتضن الجامع الكبير محاضرة بعلوان الصلاة أحكامها وأنواعها وأوقاتها ألقها فضيلة الشيخ أحمد للنيني قد بيّن فضيلة الشيخ همية المحافظة على الصلاة التي هي عماد الدين وأحد الأركاني الأساسية ورد على مختلف الأسئلة حول الموضوع الصلاة وفي بعض معانيها هي صلة بين العبد وربه قرب يجعل من تعلم أحكامها وتمثل خشوعها واجبا على المسلم لأنها من أول ما يسأل عنه من أعمال الصلاة هي عنوان محاضرة اليوم الثالث من رمضان بالجامع الكبير محاضرة ألقها فضيلة الشيخ الفقي أحمد للنيني فعرف بها وبأحكامها وأنواعها وأوقاتها الصلاة هي عماد الدين ومن حفظها فقد حفظ الدين كله ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الصلاة نسأل عنها ونحن على الصراط المشار له بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا ظالمين فيها جوثيا ولذلك يجب علينا أن نتعلم أحكام الصلاة لنؤديها حق تأديتها موضوع الصلاة كركن ثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة أثار شجن الصائمين من مرتادي الدروس الرمضانية في المسجد موضوع الصلاة موضوع مهم وهو أركان الصرق مو مهم هذا علماء جزام الله خيرنا ودرس الرمضانية قدمونا فيها دروس مهمة زينا عندنا فيها الحكام كاملة موضوع الصلاة موضوع مهم له لحالة مثمن الصلاة هي عماد الدين وهذا الذي قدم العلماء الحمد لله زين ويقالت المثابرة المواطنة التي تستفاد أكثر وهذا هدف أنه إنارة المواطنة وتثقيفه ومعرفته ببركان الصلاة فهذا علاقة لحالة نزمنه فضلة الفقية أحمد للنيني رد على استشكالات المتابعين مبينا كافة الأحكام المتعلقة بهذه الركيزة التي تعد عماد الدين تعد الأسماك أحد أهم المصادر الغذائية التي يعتمد عليها في إعداد الوجبات الغذائية لذلكثير من المواطنين خلال أيام شهر الكريم تتعدد لاستخدامات للعينات الموجودة خلال إعداد وجبات الإفطار لتلوعها وإصلاح وصلاحية البعض دون غيره لأطباق بعينها دون أخرى تعتبر الأسماك إحدى أهم العناصر التي يعول عليها كثيرا في إعداد الوجبات المنزلية نظرا لغينها بالكثير من المواد الضرورية للجسم وخلال شهر رمضان يتعدد المعروض منها رغبة من الباع في توفير حاجيات رواد السوق سواء في إعداد وجبات الإفطار أو غيرها عندنا عينات الحوت كاملة التي تتصلح في رمضان وتصحقها من كل شيء يسوى وشونا وهذا ينقال لكبار وهذا ينقال لجي وهذا الأخرى ينقال لبون وهذا هو الحوت الذي يعمل في رمضان هنا بأحد أسواق العاصمة نواكشوت يؤكد باعة السماك توفر عينات ملائمة للوجبات المألوفة لدى المواطنين ها ينقال لنيا وناخ جين في مارحوت وزين مولي في فور حد يعدل بفطور مولي زين وهذا ينقال لكبار ولتقول لدراك زين ومارحوت وزين طاشين وهذا يسق باو وحدين يعدلوا فيلي وحدين مولي يعدلوا مارحوت وزين وسماء تحاد صايم لين مقرب يعدلوا مارحوت سق زين استخدموا الأسماك والاعتماد عليها في إعداد الوجبات فضلا عن كونه نظام صحي لأنه يسهم كذلك في التقفيف على مصادر أخرى تعاني أحياء من الاستخدام المفرط ونختار نتكلم على بعض من الوجبات في الفطور يلا المواطنين يتم بدلوا فيهم نحن دائما الناس تعتمد علي اللحوم الحمراء وفي بدائل يركز عليهم واحدة اللحوم البيضاء كيف الأسماك الحمد لله عندنا ذروة سماكية الحمد لله في الدجاج أو مسائل قد يبدل بهم ويركز عليهم يلك مدى ما تستنزف ذروة الحيوانية اللي الحمد لله دائما تجبر مشاكل سنوات الجباب ومعنى المدى اللي تحافظ عليها المواطنين يعرفوا أهمية اللحوم البيضاء كيف الأسماك مفيدة في البروتينات وفي البيتامينات ومفيدة في الجسم وعقب لكم اللي ما عندها مشاكل كولوسترول ولا عندها مشاكل في الهضم ويبقى السماك غذاء ينصح باستخدامه بأتباره الأصح والأرخص في أغلب الأحيان خلدت بلادنا اليوم على غرار المظومة الدولية اليوم العالمي للقابلة تحت الشعار القابلات مدافعات عن حقوق النساء يهدف تقريد هذا اليوم إلى إبراز دور القابلة في الجهود المقاببها في محاربة وفيات الأمهات والأطفال إضافة إلى دراسة المشاكل المطروحة لمهنة القابلة والاطلاع على المستجدات العلمية في هذا المجال تحت شعار القابلات مدافعات عن حقوق النساء خلدت بلادنا اليوم العالمي للقابلة ويهدف القطاع والصحي من وراء تقريد هذا اليوم إلى تبادل الآراء وتدارس كافة التحديات التي تواجهها مهنة القبالة لتدية مهامها وإيجاد الحلول المناسبة لها يدخل تخليد هذا اليوم ضمن العناية التي تمنحها وزارة الصحة الصحة الأم والطفل في إطار الأولويات المعبر عنها في الخطة الوطنية لتطوير الصحة لفترة 2012-2020 والتي كرست استراتيجية الكبيرة لخفض وفيات الأمهات والأطفال في بلادنا تحتل المصادر البشرية حيزا هاما ضمن اهتمامات السلطات العليا في موريتانيا لذا يبارك قطاعنا الجهود التي تبذلها جمعيات مهنية الصحة لدعم قدرات المتسبين إليها وهو ما تسعى جمعية القابلات الموريتانيات مشكورة إلى المساهمة فيه من خلال جملة من الأعمال التي يعتبر تخليد هذا اليوم أصدق مثالا عليها ومن خلال تخليد هذا اليوم تسعى القابلات إلى إظهار جهودهن الداعمة للعمل الحكومي بمجال تخفيض المؤشرات المتعلقة بوفيات الأم والطفل ويعتبر هذا اليوم فرصة سانحة لتبادل الآراء وتدارس كافة التحديات التي تواجهها مهنة القبالة لتأدية مهمتها والبحث عن الحلول المناسبة لها وللتذكير يشرف كل من صندوق الأمم التحدة للسكان والاتحاد الدولي للقابلات على الجهود المبدولة من أجل تعزيز برامج التدريب على القبالة والسياسات المتعلقة بها في ثلاثين بلدا مواكبة لهذه الجهود تنظم جمعيتنا أياما مجانية تخصص للتوعية الصحية والاستشارات وتوزيع بعض الأدوية البجانية والكشف عن سرطان عنق الرحم والثجي عند النساء ومعاينات الأطفال في أربع مقاطعات من البلد أمثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في بلادنا الدكتور سيدو كابوري أوضح في كلمة له أن هيئته تواكب رفاها الأم والطفل مجددا تعهد صندوق الأمم المتحدة للسكان بمزيد من التكوين لدعم رابطة القابلات المريتانيات وتعزيز إطارها التنظيم وستشمل أنشطة هذا اليوم استشارات مجانية وعروض ومحاضرات حول مهنة القبالة والتكوين القاعدة إضافة إلى عرض التقارير الدولية لمنظمة الصحة العالمية حول الحمل ومتابعة ما بعد الولادة شهد الكرام لشرتنا لا تزال متواصلة وفي ملفها بعد قليل تتابعون اليوم العالمي للقابلة تمكين للقابلات احتضرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة المريتانية صباح اليوم واختتام ملتقى إطلاق مراكز دعم تكنولوجيا الابتكار الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمشاركة عدد من ممثل قطاع اتجارة والصناعة والسياحة القطاعات الحكومية الأخرى اختتام فعاليات ملتقى إطلاق مراكز دعم تكنولوجيا الابتكار والاختراع في موريتانيا المنظم من طرف قطاع التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تميز بالعديد من العروض التي قدمت من طرف مدير التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة والسياحة وخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية تطرقت في مجملها إلى أهمية هذه المراكز ودورها في النهوض بالقطاع الصناعي في بلادنا بعد الثلاثة أيام من العمل الجاد ها أنتم تصلون إلى ختام أعمال الملتقاكم المخصص لإطلاق مراكز دعم التكنولوجيا الإبتكار والاختراع في موريتانيا ولا شك أنكم طلعتم خلال هذا الملتقى على مختلف المجالات التي تتيحها هذه المراكز وإنني لعلى ذقة تامة أنكم ستضعون هذه المعارف التي تلقيتم من خلال العروض القيمة التي قدمها خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستضعونها في خدمة البحث والتطوير التكنولوجي والصناعي في موريتانيا إن هذه المراكز بما توفره من معلومات صناعية وتقنية وبشكل مجاني تعتبر فرصة للنهوض بقطاع الصناعي يجب الإقبال عليها والاستفادة منها ليس فقط للباحثين والمهندسين وإنما لرجال الأعمال وكل الفاعلين الاقتصاديين في البلد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية سيد ألانشي بوتوي شكر في كلمته بالمناسبة الحكومة البريطانية على تنظيم هذا الملتقى الهام وينا استعداد المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحديم المزيد من الدعم لبلادنا خصوصا في مجال التكوين وأكيدا تقلعه لاستمرار هذا التعاون وأهنى ألانشي بوتوي كل المشاركين في هذا الملتقى العلمي المهم واختتم هذا الحفل بتقديم إفادات المشاركة للمشاركين في الملتقى من طري وزارة التجارة والصناعة والسياحة وممثل بعض القطاعات الحكومية الأخرى المشاركين في ملتقى إطلاق مراكز دعم تكنوليش الابتكار والاختراع في موريتانيا مشاهدين الكرام الآن نتوقف مع جديد المال والأعمال ومحمد والبديدي مساء الخير مساء الخير زميلي محمد رمين مساء الخير مشاهدين الكرام نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدين الكرام الجديد نبدأ نشرتنا بأسعار هم العمولات العالمية مقابل الوقيع حسب بيالات البنك البركزي الموريتاني تحتزم اليونان سداد قردين من قروض صندوق النقد الدولي مقدم لتوفير مبلغ كبير من المال القرداني لداني حين موعد سدادهما بحلول نهاية هذا العام والعام المقبل يبلغان حوالي 3.7 مليار يورو ويبلغ سعر الفائدة 5.13% قال خبير مالي يوناني إن الحكومة تريد استبدال قرد باهظ التكلفة قصير الأجل بقرد أرخص وطويل الأجل وبهذه الطريقة يمكن توفير 150 مليون يورو سنويا ومنذ العام 2010 إلى العام 2012 حصلت اليونان على قروض بقيمة 5.6 مليار يورو من الصندوق النقد الدولي بمعدل فائدة أقل من 2% خلال مقابلة تلفزيونية أجريت مع خبير اقتصادي أمريكي أكد أنه ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحذر من أن قوة السوق لسهم أكبر من قوة حكومته وكان الرئيس الأمريكي قد ذكر في تقريدة له أنه سوف يرفع التعريفات الأمريكية عن سلاع صينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي هذا الأسبوع من 10 إلى 25% وأنه يستهدف مئات المليارات في وقت قريب الأمر الذي أدى إلى انخفاض يسعار الأسهم والنفط يوم الاثنين فيما أليم شاهد الكرام نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية ختام وقفتنا الاقتصادية لهذه الليلة مشاهد الكرام تقبر الله منكم الصيامة والقيام وضع عفلنا ولكم الأجسر بعد الفاصل زميري محمد لمين والعبد الودود تعمل القابلات الموريتاريات على تدارك إشكالات مهلة القابلة عبر استعراض الجوارب المتعلقة ببرنامج التكوين وظروف التدريب المهلي يأتي ذلك ضمن الأنشطاء المخلدة لليوم العالمي للقابلة الذي خلدته بلادنا اليوم تحت شعار القابلات مدافعات عن حقوق النساء الملف التالي يستعرض الموضوع مع عبد الحمي السالم هو يوم للقبالة بامتياز فيه تتدارس القابلات إشكالات مهنة القبالة عبر استعراض الجوارب المتعلقة باكتتاب القابلات ومحتوى برامج التكوين الأصلي وظروف التدريب المهني ومدى الاهتمام المتاح لهذه المهنة على الصعيدين الوطني والدولي وكذا تبادل التجارب الناجحة بين المنتسبات لهذا القطاع ويأتي تخليد اليوم العالمي للقابلة لهذا العام تحت شعار القابلات مدافعات عن حقوق النساء في ظل عناية تمنحها بلادنا عبر قطاع الصحة للصحة الأم والطفل وذلك في إطار الأولويات المعبر عنها ضمن الخطة الوطنية لتطوير قطاع الصحة 2012-2020 أساساً نحن الفئات التي نستهدفه هو القابلات كمنتسبات نحاول على أن نلفتور رأي رأي القطاع الصحة والدولة بصفة عامة على ضرورة التكوين القاعدي والمستمر للقابلة حسب النظم العالمية التي ترسمها التحادية العامة للقابلة والتي ترسمها منظمة الصحة العالمية لأننا نحن مقتنعين على أن بدون تطبيق استراتيجية بناءة هذا جودة عالية لا يساهم لك في خفض نسب وفيات الأمهات الموالد الجدد وبالتالي بعض من التوصيات دائما نطرحوهم هو أعلن أن يجب أن يوجد إطار قانوني لتطبيق مهنة القبالة في البلد ونحن دائما نعدل مناصرة من أجل في هذا الميزان لأنه لين تعود مهنة القبالة لا عندها شيء يحفظها ولا عندها شيء قوناها ولا عندها شيء يرسم لها الخطوط العريضة لا يتعود فوضاء وتعود ما عندها أداء جيد المسألة الأخرى هو أعلن أن ندفعه ونلفته نحسل عليات حقوقهم وخاصة حقوقهم في الصحة الإنجابية لأن المرأة عندها الحق هي وليدها أعلن أنها تعود عندها ولوج مستمر في كافة مراحلها الإنجابية الخدمات لا تجهد عالية إن وفاته أي مرأة خلال الولادة يعتبر كارثة تستدعي من الفاعلين المزيد من العناية والإتمام وتكثيف الجهود لذلك تعمل القابلات على تخفيض مؤشر وفايات الأمهات وحاديث الولادة عبر الرهاية الصحية للأمهات والأطفال هو يوم تجابر فيه القابلات وغيناتهم وقال عصلا ومولي يعود نقطة التواصل مع الوزارة ونعدلوا فيه ياسر من نشاطات أخر كيف أيام مفتوحة المعاينات النسائية كاملين وذل العام الصح دائرين فيه نقطة هو له نعدل إن شاء الله ربنا كشف عن سرطانات الرحم والثد إن شاء الله ربنا الصبح ويوم الجمعة في أربع مراكز صحية التيارت والسبخة والميناء الميناء ذيك اللي ينقالها تيرديزوم أرض الرجال وعرفات إن شاء الله ربنا اليوم جمعية ربطة القابلات الموريتانية تخلد اليوم العالمي للقابلة تحت شعار القابلات مدافعة عن حقوق النساء في هذا اليوم عندنا عدة نشاطات عندنا عروض حول مشكلة ممارسة القبالة في موريتاني وعندنا حول مشكلة توزيع القابلات في المراكز الصحية وفي المقاطعات وفي الولايات لأننا شايفين القابلة عنها هي المحور الأساسي هي العمود الفقري اللي ينقال له الحد من نسبة الوفيات بالنسبة للأمهات وحديث الولادة ولاية الدولة تحد من نسبة الوفيات ما فاتت إليه ركزت على تكوين القابلة تكوين جيد وتوزيع جيد وإعطاها المعدات والأدوات اللازمة وهو هو اللي عدلوا جميع الدول اللي خفضوا من نسبة الوفيات بالنسبة للأمهات والأطفال نحن اليوم عندنا نشاطات في المقاطعات عدلين أيام تحسيسية وتثقيفية ومعاينات مجانية وكشف عن سلطان عنق الرحم معدلينهم في ولاية انواذيبو ومعدلينهم في مقاطعة السبخة في المركز الصحي ومقاطعة تيارت في المركز الصحي بالتيارت ومقاطعة الميناء في المركز الميناء المعروف بأرض الرجال وفي عرفات في مقر رابطة القابلات الموريتانيات عرفات طبعا هذو الأيام عدلين يوم تسعة وعشرة ودعش على أن نفتحوا المجال والباب لجميع النساء يجوا يستفادوا من خدمات القابلات بصورة مجانية ويعطوه لدوية مجانة نعطوه لدوية مجانة ونوزعوهم ونعدلوا استشارات باب مفتوح لمعاينات كاملة وخاصة على وسائل تباعد الولادات واركشف عن سلطان عنق الرحم نحن نخالده اليوم العالمي للقابلة وبنسبة لنا نحن كقابلات مهمة عندنا بهالي نشوفوا فيه قيمتنا ونشوفوا فيهم واللي أعلننا نقدروا نعبروا عن أهدفنا والأهدفنا اللي يالله نعود ونشتغلوا عليها ونقولوا عنه شون هما المسائل يالله نحن كقابلات نقوموا بها ونمليوا عليها على أساسها نقدروا نعود ونعاونوا في الاستراتيجية الدولة اللي واحدة فيها بالسلطة بالنسبة اللي خفض من الوفيات الأمهات وحاديث الولادة باللين تعد القابلة قائمة بعملها وموجودة في مكان الولادة دائما يعد فيه معاملان يعد جمعات إياها إن شاء الله اتخاذ القرار في الوقت المناسب وتعد ولادة طبيعية ولا عندها مشكلة نحثوا على جميع القابلات يالله يعودوا متواجدات في المراكز الصحية وفي مكان الولادة وراجعين إن شاء الله أن يحسن تحسين ظروفنا نحن كقابلات ننتحسنوا ظروفنا بالسلطة في الداخل هذا يوم عالمي للقابلات الموريتانيات القابلات العالميات كاملين يخلدوا هذا النهار اليوم يجابروا فيه يشوفوا فيه هم مهنتنا منين لاحقة وشن هم مشاكلها وباسم الحيلة نرفعهم من مستوى مهنت القبالة وخصوصا في بلد كيف بلدنا نحن موريتاني اللي ما زالت فيه نسبة الوفيات المهات ولا طوال ما زالت فيه متينة وعندنا مشاكل بالكادر البشري هذا اليوم مهم عندنا يلفت الانتباه على مشاكلنا نعدل فيه مناصرة لمشاكل القابلات على الرافع من مستوى القابلة وعلى تصحيح تكوين القابلة القاعدة للقابلة وعلى مشاكل القابلة اللي يمنعوها من عنها تأدي تأدي مؤموريتها على أحسن حال نجل قص وفيات المهات والأطفال اللي هو اللي مزال مؤرق بالنسبة لنا هذا اليوم العالمي تخلد فيه القابلة من أجل وضعه ملي أيام تطبعية وتحسيسية على مشاكل القابلات على مشاكل الصحة بالنسبة للوطنة في موريتاني هي تثبت به القابلة جدارتها وتثبت به القابلة تواجدها وتثبت به القابلة عنها هون للمواطنين عنها للمواطنين وعنها جاهزة للقيام بعملها على أحسن وجه ويعيد تخلد اليوم العالمي للقابلة جملة من الأمور التي يمكن أن تحقق الغايات السامية لمهنة القبالة خاصة على مستوى مضاعفة أعداد القابلات وتوزيعهن على مختلف مناطق البلاد بغية ولوج كل مرأة حامل أو في حالة ولادة استعجالية إلى خدمات قابلة ذات جودة عالية في سبيل خفض نسبة الوفيات في صهو الأمهات والأطفال والموالد الجدد مشهد الكرام لا يبقى التذكير بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أنباء الجمعية الوطنية تعقد جلسة على نيري الاستماع لردود وزير التعليم العالي والبحث العلم واتقاليات الاتصال والإعلام على سؤال حول واقع التعليم العالي في البلد قيادة أركان الترك الوطني تطرق فعاليات النسخة الثامنة من الدروس الربطانية إحياءا للشهر الكريم وفي ملف النسرة لهذه الليلة تابعتم اليوم العالمي للقابلة تنفين للقابلات بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الواحدة صباحا نلقاكم بإذن الله في آخر عرض إخباري لهذا اليوم السلام عليكم الإحصال إداري للطابع الانتخابي التكميلي مهم مستهدأ بأذرة فيعات من الناس حد ما قد تسجلك وحد من كيف